وماذا يقولون صلوات الله عليهم أقرأ عليكم من غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة التاسعة والعشرين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم منا راوية الحديث يشدد قلوب الشيعة بحديثهم صلوات الله عليهم يفخم أمر محمد وآل محمد يكسر نواصب السقيفتين ومن هنا في ميثاق عملنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام إننا نتبرأ البراءتين براءة من سقيفة بني ساعدة وبراءة من سقيفة بني طوسي وسقيفة بني طوسي ألعن وألعن وألعن وأقدر الإمام الصادق هو الذي يقول من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والمصدر هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق هنا بحسب رواية النعماني أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم ما ينطقون به من الرواية هذا الذي لا ينطق بروايتهم لا بد أن يخرج من المنافسة لا بد أن يخرج من موازين التقييم لأن الإمام الصادق هكذا يقول أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا كلما كثر حديثهم ومنطقهم برواياتنا وأحاديثنا فهم الأقرب إلينا هذه قضية الأعلم هذه أضحوك بحسب أهل البيت الأقرب إليهم هم يريدون من الشيعة أن يرتبطوا بالأقرب إليهم وليس بالأعلم الأعلم أضحوكة أكذوبة من أكاذيب حوزة النجف وكربلا هذه أكذوبة وأضحوكة لا حقيقة لها على أرض الواقع وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا الأئمة يريدون منا أن نرتبط بالأقرب إلى محمد وآل محمد كيف نعرف ذلك؟ ها هم يعطوننا الموازين أعرفوا منازل شيعتنا عندنا الأقرب إلينا على قدر روايتهم عننا وفهمهم منا يكون فهمهم فهما مميزا وهذا بإمكان الشيعة أن يتلمسوه حينما يقارن بين مجموعة من رواة الحديث يستطيعون أن يميزوا الأفهم منهم وهذا هو الأقرب إلى محمد وآل محمد لماذا؟ لأنهم هم الذين يمدونه بهذا الفهم فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة حديث الشيعة حتى يكون محدثا فلما سألوا صادقا وهل يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث والرواية في هذا المصدر في رجال الكشي في أول صفحة من الكتاب اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم منا الأئمة يريدون من الشيعة أن يتوجهوا إلى الأقرب وليس إلى الأعلى الأعلم هذه مهزلتون الأقرب لماذا إلى الأقرب لماذا إلى الأقرب أمير المؤمنين يبين لنا لماذا نهج البلاغة الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 رقم الخطبة 150 الخطبة الخمسون بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن زمان الغيبة الكبرى عن زمان الفتنة الطويلة يحدثنا عن إمام زماننا حيث يصفه من أنه في سترة عن الناس في سترة في غيبة أمره مستور في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثاره القائف الذي يبحث عنه يبحث عن الآثار الذي يقتف الآثار في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثاره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبة الكبرى قوم شحذ القين الناصر القين هو الحداد فالإمام يشحذهم يشحذ عقولهم وقلوبهم مثلما يشحذ الحداد السيوف ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصر كيف ذلك تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم فعينما يكونون الأقرب ينالون هذا الحظ وحينئذ سيكونون حجة من قبل الإمام المعصوم لا يخطئون في بياناتهم لماذا لأنهم يقدمون بيانات محمد وآل محمد لا على سبيل الظنون مثل ما يفعل مراجع الحوزة الطوسية ويقولون لكم بعد ذلك في مقدمة رسائلهم العملية العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذنة لأن جناب الأغى هو ما متأكد من نفسه ما متأكد هذه الفتاوى صحيحة يدر بها فتاوى خرطي وفقا لمنهج الشافعي عملية الاستنباط عندهم وفقا لمنهج الشافعي لذا فإن الأئمة أرجع الشيعة إلى الأقرب إليهم هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا عندنا من هو الأقرب إلينا على قدر روايتهم عننا ما ينطقون به وفهمهم منا فأنتم يا أيها الشيعة تابعوا روايتهم وحديثهم وانظروا إلى فهمهم وقارنوا فيما بين رواة الحديث قطعا بتوفيق الأئمة سيشخصون الأفهم مثل ما جاء في رواية التقليد لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لا يتركه لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الإمام هنا يتحدث عن المرجع الشيعي الأعلى الأعلم الأعدل بحسب الشيعة لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر وإنما يقيض له مؤمنا كي يقف به على الصواب الأئمة تزديدهم لشيعتهم موجود الشيعة أغبياء لم يتوجه إلى أئمتهم توجه إلى هؤلاء الثولان في الحوزة الطوسية وهؤلاء مصانع الغباء إبليس حولهم إلى مكاء وآلات لصناعة الغباء ولذا يتقيؤون غباءهم الدينية والعقائدي في عقول الشيعة فطمست البصيرة الشيعية وأقصيت العقول الشيعية بعد أن أقصى الظالمون والطواغيت إرادة الشيعة وأصبح الشيعة ما بين المطرقة والسندان ما بين سندان الجبابرة الظالمين ومطرقة المراجع الطوسيين المرجئيين البتريين هذا هو واقع الشيعة لماذا إمامنا الصادق يرجع الشيعة إلى الأقرب إلى أهل البيت لأنه يكون على تواصل مع إمامه تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوع هذه المطالب مر ذكرها في البرامج السابقة ولا أجد وقتا كافيا كي أعيد الكلام أو أن أقف عندها طويلا هؤلاء هم رواة الحديث الذين أرجع إليهم صاحب الأمر فابحثوا عن هذه المواصفات أين تجدونها في أية مجموعة في أية مرجعية عند مان عودوا إلى هذه المواصفات وابحثوا عنها إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة هؤلاء هم رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة من قبله ليس منطقيا أن الإمام الحجة ينصب حجة من قبله وهو ليس متأكدا من فتاوى أية حجة هذه يطلع الإمام خرطي والحج ما تهم خرطي الإمام حين ينصب حجة من عنده لابد أن ينصب حجة حقيقية والحجة الحقيقية لا تنطبق على هؤلاء الذولان من مراجع النجف وكربلاء كيف يكونون حجة حقيقية وهم ليس متأكدين من فتاواهم بعد تسعين سنة من العمر وليس متأكدا من فتاواه جان يسوي هذا بعد تسعين سنة ورسالة العملية مكتوب فيها أن العمل بهذه الرسالة مجزي ومبرئ للذنة وربما هو مخرف في التسعين ربما يصيبه الخرف ونسيه كل شيء والرسالة حينما كتبها لم يكن متأكدا منها هو الآن مثلا مخرف أو فاقد الذاكرة كيف يكون حجة من قبل صاحب الزمان فإما اللا وجود لصاحب الزمان وإما أن صاحب الزمان مهزلة وإما أن هؤلاء كذابون سفلة الخيارات راجعة إليكم إما اللا وجود لصاحب الزمان وهؤلاء يكذبون القضية كلها كذب في كذب وإما أن صاحب الزمان هو الآخر مهزلة ومسخرة وإما أن هؤلاء كذابون هؤلاء كذابون سفلة هذه هي الحقيقة أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم مننا هذه علامات واضحة في رسالة إسحاق ابن يعقوب لذلك الشيطان وظف مراجع النجف وكربلاء لإبعاد الشيعة عن هذا التوقيع ولتضعيفه ولإهماله هذه رسالة مهمة من الإمام الحج توقيع إسحاق ابن يعقوب فيه خارطة الطريق العلامات الواضحة التي تشخص لنا أين نضع أقدامنا يبدو أن الحديث سيبقى مستمرا إلى حلقة يوم غاد أتمنى عليكم أن تتابعوا الإعادة هذه المطالب ضرورية جدا ماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني صفحة 144 إنه الحديث الثالث من الباب العاشر حديث طويل عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الراوية ينكر من الذين ينكرونه سقيفة بني ساعدة ويبطل من الذين يبطلونه سقيفة بني طوس سقيفة بني ساعدة ما أبطلت علم أهل البيت وإنما أنكرته لأن سقيفة بني ساعدة لا علم لها بحديث أهل البيت وإذا أحاط علماء السنة بحديث أهل البيت فوفقا لمذاقهم هم لا يعرفون حقائق حديث أهل البيت علماء الحوزة الطوسية جاءوا فأبطلوا حديث أهل البيت حين قالوا من أنه ضعيف وأنكروا فأبطلوه أبطلوه في الوسط الشيحي نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروا وقالوا عن أهل البيت ما هم علماء الآن إذا سألتم علماء السنة لماذا لم يروي البخاري في صحيحه حديثا واحدا عن الإمام الصادق ما اهترك ناصبيا ولا ترك نجسا قدرا إلا وحدث عنه لم يحدث عن الإمام الصادق حديثا واحدا لماذا يقولون لأن الإمام الصادق كان ضعيف الذاكرة كان لا يضبط الحديث ناصبيا ناصبي الشيعة ناصبي الشيعة مراجع الحوزة الطوسية أبطل 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 علوم أهل البيت لم يأخذوا العقائد من أهل البيت أخذوا العقائد وفقا لعلم الكلام وعلم الكلام علم ناصبي قدر لم يستنبط الأحكام والفتاوى وفقا لمنهج أهل البيت وإنما وفقا للمنهج الشافعي أسسوا علم الرجال وفقا للمذاق الناصبي وأسسوا علم الكلام وفقا للمذاق الناصبي وفسروا القرآن وفقا لمناهج النواصبي من الأشاعرة والمعتزلة وأنكروا الأحاديث التفسيرية ونقضوا بيعة الغدير هذا هو الواقع الذي عليه حوزة الطوسي حوزة النجف وكربلاء هم الذين أبطلوا علم أهل البيت أمير المؤمنين يقول لحذيفة إن علمنا أهل البيت سينكر ينكره السقيفيون ويبطل يبطله الطوسيون وتقتل رواته تقتل رواته هذا القتل قد يكون قتلا بالسيوف وقد يكون قتلا بالألسنة وهو الأليق مع روات الحديث لأن مذابح روات الحديث ليس في ساحات القتال وإنما في كتب علم الرجال هنا ذبح قتلوا هنا وقتلوا السمعة أشد من القتل بالسيف هم يقولون أئمتنا يقولون هذا وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه من يتلوه يتحدث به ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا بغيا ظلما وحسدا طبقوا هذا طبقوا هذا على أي جهة يطبق هذا المنطق هذا منطق العترة هذا ما هو منطقي هؤلاء هم رواة الحديث الذين يتحدث عنهم إمامنا الحج في هذا التوقيع الشريف حين يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا رواة الحديث الذين هم حجة من قبل إمام زماننا على الشيعة هم هؤلاء الذين تتحدث عنهم كلمات أهل البيت لا كما يقولون لكم أصحاب العمائم الطابقية في النجف وكربلاء هذه العمائم الإبليسية العباسية الناصبية القذرة هؤلاء رواة حديث النواصف ما هم برواة حديث العترة أصلا هم ليسوا برواة حديث لا ينطقون بالحديث أي شيعي قد سمع حديثا من السيستان مثلا أو سمع حديثا من بقية المراجع إذا أرادوا أن يتكلموا تكلموا في هراء القول وفي سخيف القول هذه الحقائق أمامكم وبين أيديكم الفضائيات موجودة الإنترنت موجود بإمكانكم أن تتأكدوا من صحة المعلومات هذه بأنفسكم إذن عندنا علامتان بقية العلائم ستأتينا في حلقة يوم غاد عندنا علامتان العلامة الأولى الجهة التي تفضح الغلاد تفضح الخطابيين والنصيريين وتكشف حقائقهم بالأدلة والوثائق والبراهين وتحذر الشيعة منهم وفي الوقت نفسه تبين حقائق المشروع الحسيني بحسب العترة الطاهرة بحسب موازين الحجة ابن الحسان هذه هي الجهة التي على الطريق الصحيح العلامة الثانية رواة الحديث ورواية الحديث وأحاديث العترة الطاهرة أين تجدونها ما هي أوصاف رواة الحديث عند أئمتنا على من تنطبق ابحثوا بأنفسكم بقية العلائم تأتينا غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر